تنظيم الفنية العسكرية جه من العراق عشان يقود انقلاب عسكري داخل مصر كان عاوز يستولي على السلطة في مصر وينصب نفسه رئيسا للبلاد يترى مين هو هو صالح غبدالله إبراهيم سرية موليد 1936 عراقي من أصل فلسطيني كان موظف في جامعة الدول العربية وكان مقيم في القاهرة في حي الدهبي اعتنق صالح أفكار ومفاهيم تكفيرية جهادية نتيجة تأثره بكتابات سيد قض الأفكار دي كانت عبارة عن مجموعة من النقاط اللي اعتبرها صالح منهج يمشي عليه أقدر خلقصها لكم في القاتة تكفير الحاكم غير المطبق لشرع الله اعتبار مصر دار حرب وليس دار سلام الجهاد هو الطريق الوحيد لإقامة الدولة الإسلامية والاستلاء على رأس السلطة في السبيل لذلك تكفير العمل بالجيش والشرطة ومن مات دفاعا عن حكومة كافرة فقد مات على الكفر ومن الأفكار دي اتكون تنظيم صالح سرية والمعروف إعلاميا بتنظيم الفنية العسكرية لقى صالح ضلته في مجموعة من الشباب كان معظمهم طلاب في الجامعة على قناعة بالأفكار التكفرية وعندهم ميول جهادية اتعرف عليهم عن طريق الإخوانية المعروفة زينب الغزالي اللي بدورها عرفته على مرشد الإخوان وقتها حسن الهضيبي واللي عرض عليه صالح الخطة لا ينفزها وكعادة الإخوان المسلمين المعروفة جي رد المرشد لو نجح إحنا معاك ولو ما نجحتش إحنا ما نعرفش عنك حاجة وبعدها قابل صالح الشباب وقسمهم لمجموعات كل واحد على حسب محل إقامته قالك مجموعة القاهرة والجيزة تكون بقيادة حسن الهلاوي ومصطفى يوسري مجموعة اسكندرية تكون بقيادة كمال عبدالقادر وطلال الأنصاري مجموعة بور سعيد تكون بقيادة أحمد صالح مجموعة إنا تكون بقيادة محمد شاكر الشريف وفي 18 إبريل 1974 حط صالح خطة لاقتحام مبنى الكلية الفنية العسكرية بمساعدة مجموعة من الطلاب داخل الكلية اللي تم تجندهم لصالح التنظيم بقيادة الطالب كارم عزة الأندولي وكانت الخطة كلقاتية اقتحام مبنى الكلية والقبض على زابط عظيم الكلية وبعد ما ينجح الاقتحام يفصلوا الطيار الكهربائي في الكلية كلها ويستولوا على مخازن السلاح والمركبات العسكرية اللي جوه الكلية وفي صباح اليوم التاني يتوجهوا لمقر اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي عشان إيه بقى؟ عشان كان فيه اجتماع لللجنة المركزية مع الرئيس السادات رحمة الله عليه ويبدأوا يحصروها ويقبضوا على الرئيس السادات وكبار المسؤولين ويعلنوا الاستلاء على السلطة وتنصيب قائد التنظيم صالح سرية رئيسا للبلاد شوفوا الخيال المريب وصل لحد فين؟ حاول عناصر الاختحام تنفيذ العملية وهنا وصلت المعلومات لزابط عظيم الكلية العقيد أحمد باسيوني واللي استدعى بأقصى سرعة واحد من أشجع رجالته وهو الرائد محمد عبدالقادر اللي كان زابط سعقة تحرك الرائد محمد وأخذ مجموعته ومعهم الأسلحة وراح في اتجاه البوابة الخلفية للكلية عشان يعرف يحكم السيطرة على المهاجمين وحصل اشتباك عنيف ومباشر نتج عن الحادث مقتل 17 شخص وإصابة 65 شخص من الطرفين تم إجهاض العملية أو الانقلاب المزعوم والقبض على عناصره وتقدمه للمحاكمة تم الحكم بالإعدام على صالح سرية وكارب الأندولي وتم تنفيذ الحكم بالفعل في 9 نوفمبر 1979 تم الحكم بالإعدام كمان على طلال الأنصاري ولكن اتخفف الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وتحكم أحكام متفوتة على باقي أفراد التنظيم ماتوا سجن المنفذون ولا زالت الأفكار المتطرفة باقية في جماعات أخرى هنحكيها في فخ نظار استنوني